صباح الخير مشاهدين الكرام حلقة جديدة من السياسة اليوم 22 أب 2022 بشرفني راح بضيفة بالاستوديو الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود الجبعي صباح الخير صباح الخير لحضرتك لجميع المشاهدين أهلا وسهلا بحضرتك دكتور بمحاور هذه الحلقة الدولار الجمركي الذي يبدو تم التراجع عنه إذا صح التعبير بدأنا نسأل حضرتك لماذا تم التراجع عنه أيضا سعر صرف الدولار يعني اللي بهم اليوم للناس هيضع الارتفاع تحليق سعر الصرف بالأيام الماضية أيضا رفع الدعم لشفناء الأسبوع الماضي تحديدا عن المحروقات وما بينهما اليوم على مستوى التشريع بمجلس النواب هناك اقتراحات قوانين بحاجة لإقرار من باب الموازنة العامة السرية المصرفية الكابيتل كونترول وأيضا سنتطرق إلى مسألة الاتصالات اليوم مجلس شورى الدولي بده يعرض تقريره أمام لجنة الاتصالات النيابية هذا الموضوع يعني كمان اليوم اللي أسقل كاهل اللبنانيين بالتعرفة الكتير عالية في أيضا يعني بالأيام المقبلة سنشهد حماوي بمسألة الترسيم الحدود يبدو خلينا نسأل حضرتك بهذا الموضوع أهلا وسهلا بحضرتك دكتور خلينا يعني نبدأ من الدولار الجمركي يبدو التوجه للتراجع عنه بداية خلينا بس أسأل لماذا يعني هيدا التوجه للتراجع عن رفع دولار الجمركي إلى عشرين ألف وهل هيدا الموضوع يعني أصبح خلص طوينا صفحته أم بالمرحلة المقبلة بل سيكون إلو محاولة لا أكيد ما طوينا صفحته لا موضوع الدولار الجمركي أخذ كثير أخذ رد بالبلد نعم يعني منذ تقريبا ثلاث أسابيع من اللحظة اللي حاول يعمل فيها مرسوم وقعوا معالي وزير المالية ورئيس الحكومة وترحل عند فخامة رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية ما وقع عليه بحاجة أنه رأى معالي دولار سيره فيك المطلوب بالأول لحيكون تدعياته خطيرة والأفضل يكون تدعيجيا ومن ثم رجع نرد للحكومة اللبنانية هنا سمعنا نوع جديد من القانون أنا ما أقول صحة أو خطأ أنه معالي وزير المالية بيقدر مع الجمارك يحددوا هن نعم نسبة أو كيمة الدولار الجمركي وتوجهوا في صرفي توجه أنه يكون الدولار على 20 ألف هلأ هيدا الشيء بالتأكيد عامل بلبلة كبيرة بالبلد أولا الجهة الأولى اللي كانت رفضيته ومعن حق الهيئات الاقتصادية لأن بالنهاية الرأم كتير رح يكون عالي من 1500 ليرة ل 20 ألف يعني عديد من الخبراء الاقتصاد ونحن منهم قدمنا العديد من الملاحظات أنه الرأم 13 مرة زيادة رح يعمل شك كبير بالاقتصاد يعني حكون تأثيره السلبي على اقتصاد بالدرجة الأولى ومن ثم على الوضع المعيشي بالدرجة الثانية أكبر من الاستفادة المالية منه لما أقول على الاقتصاد قطعا قد سيخلق نوع كبير من الكساد ومن ثم سيكون في كساد بالمرحلة اللاحقة وممكن يعمل رقود طويل الأجل لأن بالنهاية رفع التعرفي بهذه الطريقة أكيد سيؤدي العديد من الكطاعات يخف الطلب عليها فبالتالي سيصير نوع من الانكماش فيها وتأثيره الاقتصادي الرديق سيؤدي سلما على الموازنة لأن بالنهاية لحتى تقدر تحصل فالمفروض يكون الطلب يبقى نفس الشي أما إذا تراجع الطلب بنسبة كبيرة يعني حجم الإرادات المتوقعة رح تكون جدا قليلة مش مثل المتوقعة وزارة المال ورئيس الحكومة والأمر الآخر اللي حذرنا منه هترتفع مواجهة التهريب كانت بالبلد لأن بالنهاية بترفع دولار جمرك العيدة للمبلغ العالي كتير شركات عندها قدرة تفوت لأنه بلد فلتان صراحة لا بالبحر ولا بالبر في ضوابط هذا ممكن يأثر كمان تفوت السلع على البلد بتضل بسعر غالي بتضر الوضع المعيشة والناس وبنفس الوقت ما بتستفيد منه الموازن العام صحيح يعني ما نكون هيك ما عم نخدم الإرادات المرجوة أبدا فلحنا قلنا خليكم في سعر ممتكي وواقعي أولا بدي راعي حجم الرواتب والأجور الموجودة بالبلد ونعكاسه بالترجل الأولى على الطبقة الوسطى اللي هي أصلا اليوم طبقة متهالكة وطبقة عم بتعاني من تقهكر كبير بالقدرة الشرائية بعد انهيار سعر صرف الليرة وبعض الأزمات الكبيرة الموجودة بالبلد قلنا إذا بدي يكون في رفع للرسوم لازم يكون في سعر محدد يعني ممكن يتبلش على 8000 ممكن يتبلش على 12000 شرط يكون في دراسة واقعية من وزارة المالية قدي حجم الإرادات المتوقعة البدا تيجي وكيف فينا نساعد المواطن والكوى العاملة بالبلد لنتحمل هايدي الزيادة وشو هي أليات الرقابة اللي ممكن ترائب السوق علمانية مفقودة بالبلد صحيح وهيدا أمر خطير من بعد هيك نحنا منشوف نعمل تاست لهيدا الموضوع لمدة 6 شهور تقريبا منشوف قدي حيكون في التزام وقدي حيكون في مكسب لوزارة المال بالموضوع ندرس حجم تأثيراته على السوق قدي فينا نساعد من هيدا الرسوم بدا تيجي أنه نحن نحل مشكلة الموظفين يعني بتحسين أوضاعهم من بعدها منشوف إذا منكمل بزيادة أعلى أو منضلنة أو مرجع من نزل هذا الموضوع أنا قريت لازم يكون مرن من الأول وما يكون جاف سعر واحد وخلاص لأنه نعكساته قطعا السلبية حتكون أكبر بكتير من إيجابياته وهلأ الظاهر دولة رئيس مئاتي ووزير المالية بعد ما ساموا عيد الأراء كلها وصلوا لنقطة أنه هن ما قادرين يعملوه على العشرين ألف إلا إذا كان هو طوشة العشرين ألف هي مقصودة حتى يعملوه على سعر أدنى يكون متفقة عليه كمان وعيدا بلبنان والناس تقبل ممكن يصير لأنه بلبنان سياسة الترويد هي ماشي وما في شي مستبعات قد يكون فيه اتفاق على سعر محدد بيخرج للعالم بعد فترة أنه عملنا عشرين لا ما قبلش عشرين نزلنا اتناشا عملنا ستاشا ما بعرفه ولكن الفقرة الأساسية هي سواء كانت الدولة الجمهورية اتناشا أو اتنانة أو غيره أنا أكتر من 12 ألف شوفها هيكون كتير كارثة لأن على سعر العشرين ألف بالحسبة حسب نها إذا بدأ يخب بس الدراسة الرقمية للزيادة هترتفع الأسرار لحد الخمسين بالمئة يتبدأ من 20% لحد الخمسين بالمئة حسب نسبة الرسوم المحطوطة هيدا إذا كان الأمر قانوني ومراقب وإذا تفلتت الأسعار بدون مراقبة يمكن سورة زيادة 100% على الأسعار بل أخفر لهيك رقم 12 ألف مع ضوابط محددة ممكن يخلي نسبة الارتفاع والتدخم تكون أدنى إلا أنه بكل الأحوال مجرد ما رفعنا الدولار الجمهورية من 1500 سوألة من تلاف أو لـ 12 ألف نحنا هنروح لمزيد من الارتفاع بالتدخم المالي وإذا أمر طبيعي نحنا هنروح الملكاس الآخر الموجود هلأ أنا بفهم أنه لو يطلع يحكي بقى على الوزير المالي أو عدد من الوزراء أنه ما في إمكانية نظلنا نأخذ رسولنا على 1500 بس كما بنفس الوقت في شعب كامل عايش على دولار 1500 بعده رواد به مع شرطه حياته اليومية هذا الشعب كما ما يقدر يتحمل مزيب من الضغطات على عملته مزيب من الضغطات على قدرة الشرائية مزيب من الضغطات على ارتفاع الأسعار لهيك الشعب اللبنان اليوم هو ما يقدر يتحمل أبدا دولار جمله 20 ألف أنا كنت بتمنى من الحكومة الحالية تعمل دراسة بالأول دراسة واقعية تعمل حقيقة أرقام واقعية لازم تكون في حوار بالبلاد يعني هذا الموضوع لازم تم التحاور معه بالدرجة أولى مع هيئة الاقتصادية الموجودة بالبلد اليوم على كل حال في موعد للهيئات مع رسمها لازم يكون في حوار هذه الهيئات اللي هي عاشة على أرض الواقع بتعرف الواقع كيف هو بصور في اتفاق على سعر محدد حتى نخرج به سليسة أما أنا اللي دائما بعيبه على الحكومة الحالية إنه دائما عم تحاول تفرض خطب من دون الحوار والنقاش مع أصحاب الشأن يعني هلأ عشان بنحكي عن موضوع الودائع والمصارف كيف عم بحاولوا يتصرفوا بقرار واحد بدون الاستشارة وموضوع هلأ كمان موضوع دولار جمركي عند فعقات اقتصادية قطاع خاص موجودة كتير كبير بالبلاد وأيضا في قطاع عام حيتأثر نعم لازم نعمل دراسة واقعية نحط أرقامنا بشكل حقيقي نشوف شو السعر المنطقي نتمنى بالمرحلة الجاي نوصل لهذه النقطة نعم دكتور إذن بالمحصلة رفع الدولار الجمركي ممر إلزامة برأيك لزيادة الإيرادات من جهة ويعني تحقيقا لكمان زيادة الرواتب من جهة تانية وبنفس الوقت طيب يعني الجمارك كل عمره يعني ما كانت الإيرادات تطلع تتوازى نتيجة الاعتبارات اللي حضرتك ذكرتها مع الأرقام اللي كانت مرجوة منها نتيجة محسوبيات من ميلة يعني إعفاءات هيك لمحسوبيات أحيانا صحيح وحتى يعني التهرب الضريبة اللي كان مرتي تم تخفيضها على بعض السلع اللي مفترض تكون أكتر أو هيك اليوم هيدا النوع من الإصلاحات يعني مش فنين عمل بموزاية الحديث عن رفع الدولار الجمركة أنا قلت هو هو ممر إلزامي شرط هيدا الأمور اللي عم تحتية حضرتك شرط إيه أنا بدي رفع الدولار الجمركة لما أقول أنا بدي دراسة واقعية بدي شوف هيدا الأمور كيف بدتبطها أنا كيف بدتبط تهرب الحدودي كيف بدتشوف التهريب اللي بيصير على كل مرافق الدولة هيدا مهم اتنين موضوع لا هو مش ممر وحيد لزيادة الإرادات أكيد خلقا بنحك هيدا النسلحة الضريبة إنه المسلحة الضريبة كمان بالبلد بيقدر يجيب لي كمان أرقام أعلى من موضوع الدولار الجمركة صحي في إيش كتير اليوم الحكومة اللبنانية أو الكوى السياسية عم بتغمد أيونها عننا عن قصد وهي قادرة تجيب مننا أرباح وقادرة تجيب مننا إرادات عالية هلأ دوار ضريبة التصعودية ضريبة التصعودية ضريبة عالثروة منطلقات البحرية اللي هي عم بتكون بمبالغ زهيدة العقارات الغاية اللي هي المشاعات المخدينة كوى سياسية وعم عملين عليها عديد من المنتجعات وغيرها هيدا كلها أمور الدولي فيها تفرض هيبتها فيها رسوم الانتقال اليوم عم نشوف يعني طبعا كمان بتصير طبعا هيدا الأمور كلها بتسايعب بزيادة الإرادات إلا أنه هو ممر هلأ حالي مهم طبيعي ولكن أنا أي سياسة بدي خدأ أو أي إجراء له انعكاسات واقعية مباشرة على الوضع الاقتصادي والنقضي والمعيشي مش بس على الوضع المالي أنا بدي يترافق هيدا الأمر مع انتباه ضقيق وكل شو بدي يصير من بعده والخوف الأكبر وللأسف يعني أنا ما بدي خوف الناس أنه بلبنان السئة مفؤودي بالكوى الموجودة بالحكم السياسات الاقتصادية وغيرها بتخافي أنت تروحي ترفعي هيدا الرسوم وإخر شيء ما في نتيجة للا المالية العامة بكل مواطن دفع تمن يعني آخر شيء نحن نرفع الأسعار وإخر شيء ما في فايدة وشفنا بكتير إشياء بالدولة اللبنانية على مدة 30 سنة كيف كان كل مرة ما في لا محاسبة ولا رقابة ودايما ما في خطة واضحة إلا خطة بيكون مفاجئة فنحنا للأسف دائما منشتغل على الصدمة يعني هلأ اليوم طرع الصوت عالي اشتتصمي وقفتنا 20 ألف طيب هلأ بنشوف شو المرحلة اللي جاي بدأ تجي أنا بشوف الواقع إنه نحن عم نتخبط اليوم ماليا ونقديا بالبلد نحن بمرحلة التخبط ومع احترام المطلق للحكومة اللبنانية الحالية وأنا ما عم صوب على ولا شخص فيها إلا أنه بكراءتنا من لما سلمت الحكم من سنة تقريبا بشويلة هلأ هي كل قراراتها اعتباطية باستثناء بعض الوزارات حتى ما قزهم الكلب يعني حتى ما فيه وزارات لأ عم يشتغلوا عنده النظام ومنظمين أمورهم بس ما عم يصدر دايما بموضوع الإصلاحات وما عم يصدر دايما عم فريق رئيس الحكومة مع معاري وزارة مالية كمان بالتحديد ما عم بيكون لا مدروس ولا معمق وعم بيكون ارتجالة وبشو انتبه منه وفجأة من نمرق الأمور ع حساب كل الناس لا هيك الأمور ما تمشي خاصة ببلد اليوم عم بيعاني من أكبر أزمة اقتصادية ومالية ونبضية الدراسة الدقيقة الحقيقية الإحصاءات الأرقام التشاور الحوار مع أصحاب الشأن هو مدخل أساسي للمعالجة وقالنا نحن نكون عم نزيد الأزمة أكثر تحت حجة الإصلاحات نعم طيب دكتور بس يعني يعني نحكي شوية صغيرة بس بتعريف الدولار الجمركي لأنه يعني اليوم يمكن الأغلبية بفكروا أنه هيدا رفع الدولار الجمركي الدولي التتقادة هو لا يمكن بالحقيقة هناك نسبة بتاخدها الدولي من هيدا الموضوع على نسبة حسب البضائع من خمسة إلى خمسة وعشرين بالمئة من سعر السلعة هي نسبة هي تكتبه هو بش أنه دولار الجمركي موضوع أخلى لا هو في نسبة افترضنا انا بتفوض السلعة علىها رسوم 5 بالمئة نعم كان يدفع ال 5 بالمئة يعني 5 دولار كان يدفعنا ال 10-15-70-30 هلو يدفعنا ال 20 ، يدفعهم 100 ألف هيدا زيادة اللي حتصير والله افترضنا ليعها 20 بالمئة نفس الشيء كان يدفع عليها 20 دولار كانوا 30 ألف هلو الأشيرين دولار صاروا قداش بطالة تفاقاء هيدا صاروا 400 ألف طبعا تفاقى بتجي بعد الرسوم الجمركي بربنان اليوم تفض الضريبة على الكيمة المضافة بعد دخول السلعة على البلد يعني بعد ما تفوت السلعة وتتفع عليها الرسوم الجمهورية تخضع للتفئة قطعاً التفئة رح تزيد لأنه اليوم لما يزيد سعر لهذه السلعة على الرسم الجمهورية فنسبة التفئة لي 11% حتصير أعلى يعني مثلاً إذا أنا اليوم علي رسوم جمهورية على سيارة مثلاً يعني 1000 دولار 1000 دولار كان 1500 كانت تتفع 11% يعني كان مليون ونص يعني كان 150 أو 160 ألف يعني كل الرسوم مليون وستمائة ألف مليون وستمائة وخمسين ألف هلأ 1000 دولار على 20 ألف إذا افترضنا صار 20 مليون والكيمة المضافة عليه صارت مليون ومتين ألف يعني صار قداش 21 مليون ومتين ألف يعني ذات تقريباً رقم كتير كبير حيثاً نحن عم نحكي على سلعة على سلعة طبعاً عدد سلعة وبوجود التهرب هون بالبلد وعدم الرقابة كله حيتأثر بالزيادة ما حتى يفكر أنه والله حتى السلعة عزم عليها الرسوم الجمهورية مين بيضمن اليوم أنت ما حدا يعني يوم بأحترام للوزرات الموجودة دكتور شيفنا يعني مجرد ما بلش الحديث بلشنا نشوف ارتفاع هائل بأسعار السلعة حتى الغذائية كل شيء حتى يعني ما علاقش لهيجي عم بيقوله معافية ونحن ربطة الخبز عملنا عليها أزمة بشعرين نبطة ما نبط كألاف السلعة الموجودة بالأسواق للأسف يعني أنا ما عم بتهم حدا ولكن هي الحقيقة اليوم نحن بأزمة يا جماعة اليوم بلد فلتان رقبيا بشكل كتير مخيف لا في رقابة ولا في معنيين هلأ بتقوله بدي قطع البنزين بتسكر كل محطات نعم من أقصر الشمال يمكن بشعرف إذا الجنوب أكيد بيسكر يعني بشعرف زون شو عم بصير بالمناطق التاني نحن عنا مجرد ما يسمعوا أنه والله في أزمة بتلاقي سكر جنوب كله رحكي أن أمن الدولة عم يفرض على أصحاب المحطات يفتحوا بالأقوة بسكر كلهم بسناء محطة ثانية أو ثلاثة بس والباقي كله بسكر ليه؟ بيضمنوا بيربح في سعر أعلى بعد فترة للأسف اليوم المواطن مدلوك لمصيره فلحدة يطلع يقلنا أنه نحن والله نفرض على هذه السلعة وهذه السلعة لا يعني هي ضحكة صراحة ومسحة ما هيتقبلها المواطن نحن شايفين شو عم بصير وجربنا ثلاث سنين التفلك الموجود شو حيتغير هلأ بنفس الطريقة هلأ بتقل لي والله قبرنا عديد وزارة الاقتصاد الدورة عم يضرب بيب من حديد وقتها بقلك ايه تعال نشوف شو ممكن نعمل أما بالوضع الحالي وقوة أمر الواقع بكل منطقة فما حدا بيطلع بحدها والزيادة بتزيد وما حدا بيطلع بحدها بيدفع الثمن المواطن لبناني لهيك تدعيات الزيادة يا فريق الحكومي اللبناني ككل لازم الانتباه منه علينا نكون واقعيين مع الناس اليوم شعبنا ما قادر بعد يتحمل مزيب من الزيادة الواقعية بتقول الانتباه انت بدك تحصل ايرادات شرط تكون ضامن هيدا ايرادة بدك تفوت يعني مسلا انا دائما بعطي هذا الاكزامبل الاربع عشر الف مليار اللي اعمل حكى عنهم كزيادة بعد اقار الدولار الجمركي ما حيكونوا اربع عشر الف مليار لانه الطلب رح يقل كتير والتهريب حيزيد كتير يعني انجه يطلع منهم اربعة تلاف انت مليار فطار عشرة تلاف مليار وتفع التمنى المواطن على الفرده لا بس في اشياء واضحة اليوم قادرة الدولة تفرض عليها رسوم وضرائب يعني متل لما حكينا رح وطلعنا الصوت عاليا واشكور معالي وزير الاشغال موضوع الطائرات الاجنبية اللي بتيجي على المطار قد تدفع الالف وخمسة الدرائب الاستفاق للمغادرين او بدلما انطلع خمس ستة الاف دولار بالليوم كنا نطلع ميتان وثلاثمين تلافين دولار بالليوم تبدأ بتحكي بين سبعمية الف سالون الشرف سبعمية الف بالزبط سبعمية الف اممية الف دولار يومية هو محروم ان دولة صارها ثلاث سنين ما هيدا اجزامبل واضح وفي كتير اشياء اخينا من شوي دكتوري يعني هو السؤال انه يعني كان لازم حدا يلفط نظر انه الدولة ما من تبغى انه هناك يعني تملك اصول وتملك فيها الدرة يتكون عندها ايرادات اعلى ما هو انه بيعرفوا اخطر منه ومنك بس انه اليوم للاسف فيه توجه يعني لاستغباء الناس بدرجة كبيرة وامر الاخر تشوف المصالح انت اي في التقاطع يعني انت لو بطلعك بيقول فيه امور واضحة بالبلب مثلا انه انا بروح بيدفع مثلا 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 ومش عام هاجم فرق سياسي كل شهرين ستين مليون دولار لشركة كهرباء لبنان نعم طب وان كهرباء انا صرفت هالمليارات اخدناهم من مصر في لبنان اخدناهم من الخزينة على الكهرباء طب وان الكهرباء مش لازم نتغير النمط طب ما فيه امور واضحة وهلأ موعدين بسفر بتفوتوا معي مثلا والله بتقولي دولي اليوم مش عم تعمل موازنة عامة عم تصرف على القادة الاثناء عشرية طب صحنا ادي خسائر عم بتكون بهزارة المالية طب مرحل واضح ما الامور بداش خبير يحكي فيها ولا جمهور يحكي فيها هني اكيد بيعرفوا بس للاسف اليوم عمين شغل بطريقة غوغائية هالغوائية معاش تمشي لكن انا دائما بقول اذا ما غيرنا بالعقلية الدائرة للملف الاقتصادي والمالي ما بنوضع ننحل المشكلة حتى لو بقى تحسن موضوعنا بالترسيم حتى لو دخل عندنا اموال من صندوق النقد هذا عقلية حتى لنا يعني نكرر نفس المسار نفس الطريقة نفس الاسطوب نغمد عيننا عن شي واضح ومربح ونروح ندور على الاشيه اللي هي من جايبة المواطن بس لا نحمي فئات او جهات او قوة امر واقع بالبلد دل اسف هيدا الكلام ممكن ما بيعزب كتير من الكوات السياسية لانه هيدا حقيقة نحنا اليوم ما فينا بعد نحكي بالمجاملات نحن صاروا كلهم عم يحكوا فيها دكتور بس يعني ما عم نعرف لمين عم يتوجهوا ما هي اي 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 لانه اليوم المجاملات ما بتقدم نتيجين انا دائما عبر شاشتكم وعبر كل الشاب بحكي بشي اسمه النقد الزاتي نحن كلنا ننتمي الى الجهات السياسية وعننا انتماءاتنا وقالنا بس ولكن كما ما ننتقلت حالنا بما ننتقلت غيرنا احنا شو عملنا بوزاراتنا اللي اخدناها وان اخطأنا وان اهدرنا يعني ما انو بقبول بعد يوم التخبط اللي عم بصير بوزارة المال مثلا لازم يكون في انتباه لا اقلو قبل ما احكي عن باقي الوزارات بدي احكي عن وزارة المال اليوم بيتقدم مشروع برجع بينسحب بيتقدم مشروع برجع بينسحب بش عارف حال اي دولار بدي حط بقدم موازنة بتلع صندوق النقب بقلك مش منطقية بنقدم موازن نقراها من ليها بش زابطة بنقدم ارادات غير واقعية خينا نعمل اصلاحات ونبلش نشتغل وهذا شي بينسحب كمان ع وزارة الطاقة بينسحب على الوزارات كل الباقي اليوم وزارة الاشغال كل الوزارات اليوم خينا نحاول نعمل حلول لهك قلتلك من شوي في بعض الوزارات اللي عم بيحاولوا يشتغلوا ويقدموا ولكن اليوم ما في تكامل ما في عمل فريقي داخل الحكومة بتلاحظ ان كل فريق بحاولوا يشتغل بيطلقيتوا اسلوبه نحنا بحاجة لخطة ممنهجة الكل يمشي بنفس الاسلوب بنفس الاستراتيجية لحتى الحل المشاكل لنا وما حدا يزعل مني انا عم بيحكي واقع اذا حابين تخرجوا من الازمة مع احترامي للجميع هذا هو الحل انا ما فيني اجي اعمل خطة خطة التعافي اقتصادي شو تصيري حاش بيعرف شو هي الخطة المسرمة ومقباي وغيرها واني نقاش مع الجهات المعنية بكل دول مطورة بالعالم روح شوفوا كيف تصرفوا اللي عندها ازمات ولي ما عندها ازمات قبل اقرار اي مشروع تتحاور ايه والجهات المعنية بيتقدموا جهات نظر ما حدا كلامه مقدس ولا حدا قراره مقدس بصور في نقاش مصلحة العامة تعمل لما نوصل بلبنان نشغل بهذا العقلية بهذا الطريقة وقتا منحكي ايه بالاصلاحات حائية وقتا منقول نحن حطينا حالنا على السلم الحقيقي للعودة نحو النهوض اما لما كل واحد مننا هو عنده افكار بده ينزلها وبده يتراشق التهم لاحظة شو بصير انت عند كل تشكيل حكومي فريقي الرئيس المكلة ما هي هيدا المشكلة دكتور يعني دايما هناك تداخل كتير كبير بين السياسة والاقتصاد بالبلد اذا سمحت خلينا نتوقف مع اول فاصل لا نحكي من بعضها يعني عن سعر صرف الدولار عن رفع الدعم عن ايضا اموال المدعين اليوم للناس يعني مهتمة لها فاصل قصير مشاهدينا ونعم مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الثاني من السياسة اليوم اجدد الترحب بضيفي بالباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي اهلا وسهلا بحضرتك الدولار السوق الصوداء حكينا كتير يعني ربطا مع الحديث عن رفع الدولار الجمركي شوفنا صار فيه يعني ارتفاع داكن له تأثير دكتور ولوان رايحين لانه اليوم الناس متخوفة بهيدا الموضوع وبدي اسأل عن امكانية التدخل للمصرف المركزي للاجم هذا الارتفاع وهل هناك امكانية يعني بعد فيه الدخل المصرف المركزي تفضل هلا موضوع الدولار مرتبط اكيد كل شي مرتبط بموضوع الارتفاع هلا من فترة ثلاثين ايار لليوم مصرف المركزي تدخل فترة طويلة يعني كان معه شوية الدولارات الارتب يجيبها بالقامتي بيجيبها على السوق عنده شوية ارباح عم بيحطها على سيرفي وعم بيواجه فيها ارتفاع سعر السوق واحيانا عم بدخ يمكن عم بدخ طبعا تحكي مليارات عم تنضخ عم تنضب وتنضخ بس عم تكرفه خسائر محددة بينه عم بواجه الحاله لانه الازمة اليوم هذا اليوم نحن 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 بواقعية ونحط الامور بنصابه اليوم المصرف المركزي يواجه لوحدها الازمة النقدية بالبلد والازمة الاقتصادية العلاج المعطلة ما فيه ولا قرار منطقي ما فيه اي در اموال او ضخ اموال من الخزينة ما فيه اي حلول بالامور الاستراتيجية بالبلد لا تجيب مصاري اليوم نحن 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 بحكي بموضوع الدولار بالتحديد منصة سعر فهي الرادع الوحيد للارتفاع. وطبعا السعر اللي كموجود أنا دائما كنت قلناه هو سعر مصطنع لأنه اليوم هذا منه السعر الحقيقي. نعم. هيدا مبنى على تدخل بالسوق بشكل مباشر من مصرف. من مصرف الداني. وكينا أنا عندي كتير منادات للمصرف المركز. لو نعمل مجلس نقد ونطلق السعر اللي نشوفهني بيوصل. هلأ هيدا يمكن ما يلاقي تحقيق. لا مش لسا النقد كتير بيعرضوه. اي لأنه بيعرضوه لأنه بيقولوا هلأ بالوضع الحالي رغو أن أنا شايف الحل الوحيد. بعدين هلأ أو بعدين لمعالج بموضوع سعر الصرف. أما هلأ نشعي مرتفع سعر الصرف. أولا مصرف الداني بلش يقوله الدولارات اللي موعة منصة سعر فيه. فحجم الدفع عليها خف. عيدا سيهم بالارتفاع. لما كان فيه مغتربين. قداش اسمعنا استاذتنا. انه اليوم بدي يفوت مغتربين. وثلاثة مليار شخص. ثلاثة مليار دلار عفواً حيفوتوا. نعم. أكثر من مليون شخص. وحينزل سعر الصرف للعشرين ألف. كنا نطلع نقول أبدا ما بينزل سعر الصرف. ممكن يحافظوا على مستوى ثلاثة ألف. وهذا اللي صار. نعم. المغتربين هلأ بلش يفلوا. المصة في المركز دي قدرات وخفت. موضوع الدولار الجمركي أثر كتير له. صارت الشركات اليوم. عم بتطلب دولار من السوق لتشتري سلعة بشكل كتير كبير. قبل ما يغلق دولار. قبل ما يغلق كل شيء. نعم. لحتى ينبع هيدا قامل طلب على الدولار كتير كبير بالسوق. نعم. لأنني بالأساس الشركات هي أصلا بشكل يومي بتحاول إنها تقلب لدولار. زائد زيادة الخمسة عشر دولار يمكن على سوريا خمسة عشر بالمئة على المحطات. نعم. هيدا المقلب الأخر. نعم. بس في المقلب الأول أنا عم بحكي تأثير الدولار الجمركي بشكل مباشر. نعم. هيدا سيهم بالعشرة أيام اللي مرؤوا مع الحديث. نعم. عن رفع بالدولار الجمركي إن الشركات صارت تكتر طلباتها من السوق السوداء بالدولار. صحيح. هيدا الشيء عمل ارتفاع بالطلب على الدولار. ومزارة عم تطلب. إذن شح الدولار رد ما نصت سيرفي. فلت المقتربين اللي بلشت تتكبر. دولار الجمركي وتأثيره. موضوع البنزين هلأ اليوم صار خمسة واربين بالمئة. خمسة واربين. مطلوب من الشركات وهيدا قطعا اليوم. نحنا علينا شهريا حوالي المية وعشرة. مية وخمسة عشر تقريبا مليون. مليون دولار حق بنزين. نعم. يعني هودا اليوم انت لما بترفع الى خمسة واربين بالمئة. عم تحكي بسفتين. يعني خمسة وخمسة وخمسة مليون دولار. صار بتأمنهم شركات من السوق. نعم. يعني اليوم انت عم تحكي عن اثنان مليون دولار تقريبا زيادة طلب على الدولار. من السوق هيدا بساهم ايضا بمزيد من الارتفاع. نعم. خاصة انه المزاعد اصلا هو ترقائيا على الدولار بالسوق. صحيح. واليوم بحكي انت عن رفع دولار جمركي. زياد انه الاجواء السياسية بالبلد كمان هي اجواء منها واضحة. وكل مترقب موضوع التلسيم وغيره. بس نقضيا اليوم هاي هي الاسباب الاساسية بارتفاع سعر الصرف. هل بتقليلي هل عنده قدرة مصر في لبنان انه يتدخل. انا بشوف في نقطة حتيوصل فيها الدولار برجع بيدخل مصر في الدن. بيكون هو يرجع يعني قدر ينزل ع السوق اداري بيجيب شوية دولارات يحطهم موه ومرتين وما في قدامه لهالحال. بزل الازمة الحالية. وبيرجع ممكن يرفع شوية الزيادة على سعر صارفة. بس قاطعة ما بيرجع بينزل الدولار للخمسة وعشرين. مجرد بنوصل افترضنا للاربين الالف بنزل لثلاثين واحدة وثلاثين. اعم بتبشر. اعم بتبشر. اعم بحتي برجع بيجرفني وبيمشي. نعم. من لما كان ستة الاف. لاحظة انت من سنة. من سنة بس. كان الدولار تحت العشرين الف. نعم. كان رقم ثلاثين. يا طبرا رقم كتير كبير بالدولار. ثلاثة الرقم ثلاثة رقم عادي. ازا بتلاحظة عم بحكي كسوق. انا ما عاملك عادي بالنسبة لحياة الناس. بس للمفارقة يعني دكتور جباعي انه يعني شفنا قبل الانتخابات الدولار قداش نزل. وشفنا يعني كان فيه طلب. لأنه انطلب بن حق الى مصرف لبنان. كان في طلب من الحكومة اللي حاكل مصرف لبنان التدخلو. ضخوا كتير دولارات. صحيح كلفتنا اتنين مليار دولار. طبعا لحتى خليت 22 ألف و21 ألف و21 ألف و21 ألف و25 ألف. لحتى نمرق الانتخابات. حتى يوم الانتخابات كان 27 و28 ألف. نحن يعني سكرت سناديق الاقتراعوع عين التنين الصبح على دولار. يعني طالع بالتلاتة اربعة تلاف ميرا دفعة وحدة. صحيح هو الواقع هو الواقع. طريقة مواجهة دولار اليوم هي من نظري طريقة علمية. نعم. انت عم بتواجه اليوم موج بحر باشي خفيفي. مش هكي بنحل. طيب بيزول تعدد. ايه بيزول تعدد هاي دي الاسعار اه كيفينا نلجوم. يعني هل هناك امكانية لتوحيد سعر الصرف. ابدا. مثل ما عم يطلب صندوق النقد وبكرة لانه بدنا نشوفه بالموازنة على اي سعر صرف بدا تشتغل هذه الموازنة دوغتر. خليني جوابك شغلة بمحبة. اتفضل. صندوق النقد يعلم انه قبل خمس سنوات من بداية الاصلاحات لا يمكن تحيد سعر الصرف في البلد. لانه في تفلط نقدي كتير كبير. نعم. يوم بالبلد الباتع. بس لها اشتح شغلة تعطيني يؤدي. صدر. لما يكون المصرف المركزي. اللي هو مسؤول مصرف الدولي. هو مسؤول هو مسؤول عن شو؟ عن الدخ الدولار الوحيب بالبلد. ودخ العمل الوحيب بالبلد. متل ما كان يصير قبل 2019. ينجح انه يعمل استقرار نقدي. واحد او يثبت سعر الصرف. بعد الازم اللي صارده. هروب الاموال لبرا. وعدم اي وليد اي حال. صار المتحكم بالسوق بالنسبة اكتر من 80% والسوق السوداء. نعم. السوق الموازي. والسوق الموازي مش فريق واحد. عندك ال اون تي. وعندك شركات الصرافي. وعندك الصرفين اللي هن غير شرعيين. وعندك الجروبات. وعندك المجموعات. وعندك مصرف لبنان. نعم. كمان من رب في اطمان. وعندك المصارف ايضا. اذن سوق متشاعب. ضبط انهو دي كله على سعر واحد. امر صعب جدا. هدئة بيتطلب. بالحد الادنى اللي قاله الحاكم بين 15 ل 20 مليار دولار. وهو رقم كتير كبير. نعم. ودي يفوت فجأة على البلد ضربه واحدة. يروح للمصرف المركزي. يبلش يتدخل شيعة الاستيراد. وشيعة الموازنة. وشيعة الدعم. هيك اي ممكن ينزل سعر الصرف. ونوحده على سعر. اما بالوضع الحالي. ما حدا يتوهم انه فيه امكانية لتوحيد سعر الصرف. لما بتطلع عني موازنة الدولة خسرانة. عمنا عاجز كتير كبير. مصرف مركزي ما عنده الا احتياط الالزامة. ما بعرف اذا شهو الاحتياط بالزبط. وما عنده فائد. سوق سوداء يمتلك اكتر من 12 ل 15 مليار دولار موجوب معه. سوق سوداء يمتلك الليرة بالدولار. بش بس الدولار ايضا. قادر يتحكم بالكتلتين النقديتين. وسوق سوداء كلمة اموال عبدية من بره. من سواء كم اموال المغتربين بشكل شهري. ام اموال السياح اللي اجوا لاني نصهم مغتربين. عم بروحوا على السوق السوداء. ما عم بروحوا على الكتاع المصرفي. متل ما كان يصير قبل. لكن انا كنت دائما نقول ما حدا بالبلد يحلم بعودة الاقتصاد لاحده قبل اعادة الثقة بالكتاع المصرفي. وقبل اعطاء حلول للكتاع المصرفي. انه بدون الكتاع المصرفي. ما في امكانية تعمل اقتصاد سليم. اقتصادي يمد النقد والمال بشكل سليم. الكتاع المصرفي. لما نرجع نحن. ليش انا اقول لجن دوري تتحاور معن نلاقي حل. لانه ساعتها اذا رجعنا الثقة. ممكن ستدخل اموال ولو جزئيا عايدة الكتاع. بس تمشي العملية منظمة بشكل قانوني والمنطقي. بتروح اد مصرف الانين اللي بيقوم منا احتياطات. بس انه عنده قدرة اقوى على التدخل بالسوق. وقته بقول ايه في امكانية لحتى نخفض سعر الصرف اولا وحده. بس بالوضع الحالي. ما حدا بيقدر يثبت سعر الصرف في البلد. ولا يوحد لذلك الانسب كان والافضل. نحن نطلق سعر الصرف فجأة مرة واحدة. ونشوف هم بده يوصل لسعر الصرف. ومن بعدها نحاول نعمل اصلاحات حقيقية لننزله. اما انا مواجهته بشكل مباشر. عم بخسر. عم ضيع وقته واخر شيء واخر شيء. ما رح يكون في نتيجة. يعني دولار رح يطلع رح يطلع. يعني سيصير 40 سيصير 40 سيصير 50 سيصير 50 سيصير 50 بهذه الطريقة. ما حدا فيه يوقفه. ما فيه امكانية. الامكانية طبعا احنا بحاجة اليوم لعدة م ملفات. اتفاق مع صندوق النقد انا معه. بس بش في القليل يعني تلحك. هلا بنحكي زباديك على الموضوع. اي اكيد. بس يعني خليني بس اسأل بهيدا الموضوع. بفترة الحكومة الاولى ما بعض الطائف دكتور. كان الدولار يعني عالي بشكل كبير. هلا. وتعقيبا على مسألة الدولار الجمركي. حينها وزارة المال حدثت الدولار الجمركي. وبشكل غير معلن. متل ما عم نشوف اليوم. عتمانمائة ليرة يعني نزلته بشكل كبير عن سعر الصرف. لحتى ضل ضبطة. مسألة يعني القدرة الشرائية لدى المواطنين. طيب. بس اسنائها كيف قدرنا نرجع النزل لالف وخمسة يعني وفق اي معايير. وهل يعني المعطيات اللي كانت في تلك المرحلة لانه طالعين من حرب. نحن كنا ما بتشبه. هيدا الاساس. تختلف كنية على المعطيات. وقتا عن هلأ. وانت كان لبنان طالع من حرب. ولكن كان في نية دولية لانصلاح بالبلد. يعني كان في اتفاق الطائف. وكان في دول عربية. والدول الاكليمية. وحتى الدول الكبرى. والاتفاق مع السوريين ومع السعودية كل الدول كان عنده هدف واحد هو ضبط الأوضاع في لبنان يعني كان فيه متحجب مساعدات كتير كبيرة للبلد وكان فيه اتفاق دولي دولي اتفاق دولي اقليمي اتفاق عربي عربي وسنسين كان فيه أمور عم بتساعد لتأخذ هذه القرارات وكان فيه أمور عم بتفوت ساعة باريس واحد ساعة باريس اثنين ساعة مساعدات ساعة وديعة قطرية ساعة وديعة سعودية ساعة وديعة أماراتية كان في امكانية بوضوع انه نقدر نساعد. الجو وقته كان مختلف. وعلما لما نزل الدولار لألف وخمسة كانش سعره الحقيقيه. هو كان سعره ثلاث تلاف. احنا كنا عم نغطي. ندفعه من جيوب الممدعين. كمان هذا كان خطأ. هذا كان خطأ نقضي. مبلش الزغرة يعني نقطة الضعف مبلشة من ألف وتسعمائة واثنين وتسعين. دولار كان بثلاث تلاف كان لازم يضله ثلاث تلاف. ونحاول هذا اللي انا كنت عم بحكيه. حلية ثلاث تلاف واعمل اصلاحات بالاقتصاد شان يصلاح بالاقتصاد. اول اصلاح اقتصادي بده يصير. انا ما فيني يضلن بكهرباء بهذه الطريقة. اصلاح الكهرباء وكهرباء 24 او 24 بتوفر طلب على الدولار من السوق بشكل كتير كبير. للمزوت وللاشتراقات وللفيول. هيدا بيعمل الخفاة بالطلب على الدولار بمكان ما بيعمل نعم الاستقرار. التوجه نحو الاقتصاد الزراعي والصناعي من اجل سيادة الانتاج حتى نخفض العجز في الميزان التجاري. باش منستورة 85% من بره ما منستورة دبابيس وشكلات والشتافة. منحاول نعمل عفوا الشتافة بقصب بالتاني. لا لا اشياء يعني ما بتدر. ما بتدر بلا مبالغ بيلي متل السيارات وغيرها. نحنا منحاول نعمل كنا هيدا نعمل البلانسة بدلا ما نستورة 85% كنا من نزل الارعين. ستا بيلك ايه نزل الدولار للنص. اما انت بدون ولا اجراء اقتصادي. بس عفوا دكتور يعني اثناء يمكن توجهوا لاجراءات اقتصادية معينة من بينا. يعني بلشنا نشوف القطاع المصري في كيف عم ينشط بموازات الاستقطاب اللي صار. يعني كان فيه اوانين. هيدا من اجراء اقتصادي. هيدا اجراء اقتصادي. كان فيه اوانين لتشجيع الشركات الاجنبية مثلا عبر صفر ضريبة. ما هيك؟ هيدا اسمه اجراء نقدي. انا بسأل اجراء اقتصادي. نعم. اصلاح نعم. الانتاج الانتاج. انت بلد بدك تنتج. يعني على مستوى البنيوي. بنيوي احسنتي. بكون عندي اقتصاد بنيوي. انا بدي يكون عندي نمو متوازن. بدي يكون عندي اقتصاد ريعي. انا بشدود الاقتصاد ريعي. ويوافقه زراعة وصناعة. خليكون النسب متناسب ومتقارب. ولكن ربما يعني في تلك الفترة كانت هيدا هي الرؤية للبلد. ان يكون لبنان يعني مركز المصرف بالمنطقة. ما نقدر ندافع عن الخطأ اليوم. انا بالتباهة. خليني بس. نعم. تفضل. انا معلم يقوى القطاع المصري في وقتها. وكان شغل صح بموضوع القطاع المصري. انا عامل لا. وسياس الاستقاب ممتازي. ولكن كنتنا حم نمشي بجناح واحد نحنا. نعم. جناح المصارف والريع والرسميل. الجناح الاخر وينه؟ الزراعة والصناعة. الركيز الثاني. الركيز الثاني. انت عشان تعمل اكتصاب مني ونزم اتناني يكونوا. نعم. انا بدي خفض عجز من ميزان التجاري اللي عندي. انا بلد صغير ماني بلد كبير. بلد ما في ثلاثة مليون نسمي بيستورد هالكمية الكبيرة. 17-18 مليار دولار بالسنة. نعم نعم. رقم كتير كاس يروح تطلع بدول على السكانة ادنى عشرة مرات. ما بتستورد هيدا الرقم. هيدا اللي همقوله. هون الخطأ اللي مني والكان. عشنا فترة ببحبوحة كم سنة نحنا بس نتبه. نحن ال 2001 لان ازمة نقضية ومالية. نعم. بلش يحلل الرئيس الشهيد رفير الحدير بعلاقاته بالمؤتمرات الدولية. نعم. ونجيب وندخل بس كاقتصاد. نحن تزينا ال 2001 تزينا. بال 99 تزينا في ازمات كمان كانت موجودة. اشارب بالاهتزاز. الا انه كان في ضبط ليلة انه كان في دعم دولي اقليمي عربي. انه ما يسقط لبنان نقضيا. لما اليوم وضع مختلف كليا ما فيجي ارنيان. اليوم انا بيجي انا بطلع والله مطلوب من الحاكم المصرف المركزي. طب اوكي. شو الامكانيات هلا اللي بايده. يميني من الاخطاء. كنا بنحكي بالاخطاء والتفاصيل. هلا هلا شو الامكانيات. شو بنقدم له. شو عبتقدم له الدولة. لا مؤتمر فيه. ولا مساعدات فيه. ولا صندوق نقد اللي هلا زابط. وترسيم الحدود الى اليوم بعدها ما وصلنا للمتيجة. اذا لما انا ما عندي دخل. وما عندي انتاج. وما عندي امكانيات مدية. ما فيني اطلب. اذا طلبت ان تطاع. اطلب المستطاع. بالمنطق. شو القابلية اللي عمد ديما اليوم. بس ولكن حدا فيه. نعم. فيه حدا اليوم يقلك انه الدولة يعني لا تزال تملك اصولها. هناك اصول كتير بتجيب ايرادات كبيرة للدولة اليوم يا دكتور. طبعا طبعا. عندنا الكهرباء اللي حضرتك عم تحكي عليها قديش يعني استنزفت. عندنا الماي. عندنا الاتصالات. عندنا عكارات الدولة. عندنا المرافق يعني الجوية والبحرية والبرية. محرية والتأجيرات كلها طب. زائد انه لبنان يعتبر من الدول التي يعني الدولة تملك فيها عكارات كتير. 50% من العكارات في لبنان هي ملك للدولة. بلس الدهب لليوم يعني بعده نوعا ما من احتياطي كبير بالدول. 50% هي رسميا و30% الى الآن بعدها فاضي. ودقى 20% صاروا مسرؤين. و30% وحتى بعد في 3000 كيلو متل مربع. جزء أملك بحرية. بس بعد فيه لهلأ رغم كل راح. لهلأ لهلأ بعد في 3000 كيلو متل مربع هني ملك الدولة. انا كنت اطلقت عبر عدة برامج بالبلد الاقتصادية. كنا عم نحكي فيها واتوجهت فيها. هو دي اللي حالهم اصلا كنز. مجرد بروح نأجرهم تأجير. او نثمرهم تثمير. صحيح. او نفتح باب الاستثمارات فيهم. نعم. من حل مشكلة الاقتصاد ومشكلة المودعين. بس المشكلة الأساسية وين؟ كل اللي موجودون اليوم. يا اما هني منتبهين لو ما بدنوا نحكوا عنها. يا اما بش منتبهين لو هي. عم بيحاولوا يحل الأمور فقط من الناحية المالية. نعم. من الناحية المالية ما في امكانية لمعالجة الأزمة. من الناحية المالية ما تبقى من ممتلكات والأموال. لا بيكفي أموال المودعين ولا بيعمل فاقب الموازنة. بدك تحليها اقتصاديا. تقويل ناجر محل الاقتصادي. يقوى عند الاستثمار. والفاقد اللي فيه بيقويل المالية وعورد الديون والأموال. هيدا الأمر اللي أنا كنت عم بحكي فيه. أنا بس هو 3000 كيلو متهم ربع. إذا بيطلع معي منهم بس 500 كيلو متهم ربع بس. يعني اسم ستة. نعم. جاهزين لحتى نثمرهم. ونقجرهم. ونشجع فيهم الاستثمار. ونعمل فيهم صندوق تعافي الاستثمار. يود كفرين خلال خمس سنوات. نعم. لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلد. لانه بيعمولي حركة نشاط اقتصادي واسعة. ومنه النظام الضريبي بيتحرق عليهم. انه بيخد تجي الدوري بيطلع العوائد معينة. اما من التأجير واما من الضرائب. ساعتا يكون عندي فائب في الموازن يفوق 2-3% سنويا. وزيادة بالنالجة المحلي يفوق 2-3% سنويا. وقتا بعمل انتعاش اقتصادي وبحل كل هالمشاكل. لهيك أنا دائما ضد فكرة. وعالنا بحكيها ومستعد لمناظرات تلفزيونية مع اي حدا بيحكي بهذا الموضوع. صندوق النقد هو اخر حل يمكن تلجأ له الدولة اللبنانية. وليس اول حل. الكلام ان صندوق النقد هو الوحيد اللي بينكس لبنان. هذا ضحك على اللبنانيين. ومن حقيقة لبنان ليس بلب مفلس. حد اتفضلت بممتلكات لبنان. لبنان يمتلك وفقا لكياسه وحجمه الجغرافي. وحجم مسيحته وعدد سكانه. يمتلك القدرات يخرج من الازمة لوحده. عدا عن ترسيم الحدود والنفط والغاز الموجود عنده. عدا عن الدهب الموجود إذا لبنان أبدا من بلب مفلس. هو بحاجة لإدارة أزمة بشكل حقيقي. بعيدا عن المصالح السياسية الداخلية الضيقة. وعن مصالح الدول الغربية للتضغط على لبنان من أجل مكاسب محددة. وإلا لبنان اليوم شو بحاشر صندوق النقد بـ 3 مليار. ما أنا بس لحالة. إذا بعيد تأجير بس هذه العقراب بتجيب لي أدى المبلغ على عشرات المرات. إذا أنا بس بدي لحل الممتلكات البحرية اليوم المؤجرة لتسعة وتسعين سنة من مبارك زهيدة. بس إذا بعليها على ساعة منصة سيرفة بجبتها عند دولار الجمهر. إذا بيتم ضبط المرافق. إذا بغير الضريبة عادلة بالبلد. إذا بغير موضوع الموازن العام إذا الحلول موجودة. وما هتقدروا أنه كنتوا تقنعوا اللبنانيين اليوم. إنه لا الحل بس هو صندوق النقد. من يريد الحل مع صندوق النقد لديه مصالح مع صندوق النقد. لديه مصالح قد تكون اتصادية وقد تكون سياسية. صندوق النقد ايه أنا بش عمول صندوق النقد. ولكن صندوق النقد هو أحد الحلول. قد يكون الحل الخامس أو السادس للأزمة بعد ما نطافق مع الحلول الأخرى. أما هذه جرنة جرنة كلمة جرنة خديها عبان الاعتبار. جرنة هيك مسحوبين برقابنا لصندوق النقد. لا حيحل المشكلة الاقتصادية والمالية. ورح يزيد مزيب من الضغط على لبنان سياسيا. لأن نكاسب به مواضيع مختلفة تتعلق إما بالسياسة وإما بالترسيم. وإما بعلاقات سياسية أخرى. لهيك واقعيين نكون. نحن اليوم بغنى عن صندوق النقد قادرين نعمل حل مشكلتنا. ولكن مشكلتنا للأسف ما في عنا وحدة قرار بالبلد. من هو صاحب القرار بالبلد؟ ما حدا بيعرف. صحيح. متوسع. هذه الأمور عم تعطينا أزمة كتير كبيرة. بعلم الإدارة للدير أي ملف. اليونان صابة أزمة. عملوا صندوق موحد بإدارة موحدة بإشراف أوروبي. طلعت مننا بعد سبع سنوات. سبع سنوات. نحن إيسلندا نفس الشي. صابة إيسلند صابة نفس المشكلة. نفس الإسطوب طلعت مننا. بلغاريا نفس الإسطوب طلعت مننا. نحن لبنان اليوم. عندنا نماذج بالعالم. مشاكلنا على مئات المرات. نحن بالنسبة لحدة بالسكاننا. نطلع حيبة. بالسهولة منطلع من الأزمة. ولكن للأسف هندي بدي يعمع عيون الناس. ويلا على نجمة صندوق النقد صندوق النقد صندوق النقد صندوق النقد. بيجي الأمريكي بيقلك. أنت مفيكيش تجي على صندوق النقد. إلا لتعمل الإصلاح بالقهرباء. نعم. وهو أحد المسؤولين. وهذا مطلوب. طيب. وتروح بدك تجيبي كهرباء تمنعك أمريكا. اي. طب أنا كيف أطلب أنا. طب كيف أنا. ما هتبقى. يعني أنت عم تطلب مني أعمل إصلاح بالقهرباء. وبنفس الوقت بدك تخدني بالقوة. صارنا سنة. 366 يوم صارب اليوم. منا نروح. نروح عند الأردن. وعند مصر. ونتضحك على الشعب اللبناني. كلماء ساعتين كهرباء. ابتجي كهبة إيرانية عبارة المستريح. مقدمة للدولة اللبنانية. وقعد السفير الإيراني مع رئيس الحكومي. نعم. وبدأ بيبعت وزير الطاقة لهنكا حتى نجيب 10 ساعات كهرباء. طب مع شوية أن العراق صار 12-12 ساعة كهرباء. حلان غزة كبيرة من الأزمة. نعم. ممنوع. هدا بأكدلك أنه صندوق النقد اليوم. ما عم يشتغل بالصالح الاقتصادي للبنان. في أمور مبطرة منه. عدا أنه الأرقام المحطوطة أرقام زهيدة. دكتور للأسف يعني كل الحلول نحن لازم ناخد فاصل. بس كل الحلول يعني عم بتكون كتير متأخرة. وأصلا يعني ما عم بتم التفكير بحلول لأنه اليوم صار يعني أي حدا ممكن يطرح حلول. أنه مثلا مسألة اليوم ولا دولة بالعالم عم نشوف أنه شركة الكهرباء هي تملكها الدولة أو تديرها الدولة بأي دولة. منشوف أنه هناك مثلا شركة الكهرباء الفرنسية لنقول هيدا لأنه العرب. مشاركة بينك داع عامو الخاص أو بي أو تي. هيدا ما عم نشوفه اليوم لأنه يعني صار الكل بيعرف لماذا. هلأ طلعت الكهرباء والاتصالية هلأ منحكي عنه بعد شوي خلينا ناخد فاصل قصير إذا سمحت ونعود. مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الأخير من السياسة اليوم وجدد الترحيب بضيف دكتور محمود جباعي. دكتور كنا يعني عم نحكي عن أصول الدولة الدولة لبنان يعتبر يعني لا يزال دولة قادرة دولة يعني غير مفلسة لا يزال يملك أصول لا يزال يملك. هناك يعني الكثير من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بي على المدى القصير المتوسط والمدى الطويل ولكن يعني ما بنعرف شو كلمة السر. خلينا نحكي اليوم عن يعني نختم حلقتنا بموضوع أكيد بهم كل العالم اليوم أموال المودعين دكتور جباعي. بعد في إمكانية لرد هذه الأموال واحد. اثنين ربطا مع الكابيتال كنترول هل من جدوى بعد للكابيتال كنترول؟ أولا طبعا وقطعا بعد في إمكانية لأعادتها هو أموال المودعين. شرط أن تقوم الدولة اللبنانية والقوة السياسية بتحمل مسؤولياتها على المبلغ الذي أهضروه من أموال المودعين. أول شيء يجب أن يكونوا واقعيين المودعين بيرجعوا مصرياتهم لما الدولة تأخذ قرار أن هي مثل مصارفة الأموال بدأت ردن. هلأ بيسألك من وين؟ أكتر من خمسة أكتر من خمسة وستين بالمئة من أموال المودعين الدولة ديانتهم من مصر في لبنان اللي بدوره يأخذهم من مصارف ومن المودعين. طبعا الكل بدي تحمل مسؤوليات موضوع المودعين. مثل ما نقول كان دايما نفس الكلام المصارف المصرف المركزي وجهزة الأكبر بدي يكون عند الدولة اللبنانية بما يفوق الستين بالمئة من هايدي الأموال اللي رحل. وعلما أصلا اليوم كانوا مئة وستة وستين مليار دولار أموال بقبل سبعتاش تشرين. هلا تحت المئة مليار صاروا. بعد شيء نسحب منه واركطوا وشيء خسروا للناس واللي صار. مبلغ المنتبه بتوجد هلا اليوم المصارف يمكن فيها تغطي منه لحد الخمسة عشر مليار. إذا بعينيها كلها بأصولة. نصف مركزي موهو ستة سبعة مليار. مبلغ البيئة تتحمل الدولة اللبنانية. كيف يتتحملوا؟ إنشاء صندوق تعافي استثماري. هيدا الأصول اللي هنت أخي أنت حدرتك عنها. نعم. تنجاب وتنشغل بتثمير. بيش بيبيع بيكونوا واقعيين ونحطهم ونقدمها كحل أساسي للموضوع. يعني هلأ كلمة صندوق سيدي ستعمل شوية 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 عند الناس. أميدي من كلمة صندوق سيدي. نعم. عمل أنه السعودية عندها صندوق سيدي. القطر عندها صندوق سيدي. وكل الدول عندها صندوق سيدي. خلينا نقول صندوق استثماري للتعافي اليوم. شو ما فعلنا ممتلكات اليوم نحنا؟ من عيقارات تحكي 3000 كيلومتر مربع. قداش قيمتهم المقدية والمالية والتثميرية. بجذور الدولة ببيع منهم شيء تروح للتأجير جزء منهم. لتثمير جزء منهم. لأطلاق عشرة النمو الزراعي والصناعي فيهم. يكونوا تحفيز لمستثمرين جانب أو محلياً. أو ناس عندهم وضيع في البنك يروحوا يستثمروا فيهم. هذا أمر بساعد كثير بحل أمور المودعين. هذا ممكن يخلق نوع من الزيادة بالنتجة المحلي وتخفيز العيز على الموازنة. تغيير النمط الضريب الذي حكينا عنه من الشوية هذا بساهم أيضاً بتخفيز العيز المالي. ومن بعده نطلق مشروع واضح وجلي لكيفية إتعادة أموال المودعين. أما خط التعافي اقتصادي مسمومة. ما يعني مسمومة؟ يعني خط التعافي اقتصادي بتقول هي ترجع أموال المودعين. لأنها من ضمن شطب أموال المودعين هذه مرفوضة. وضع المصرف المصارف فقط في مواجهة المودعين. في توجه لشطب أموال المودعين. طبعاً هلا بل لك. وضع المصارف في مواجهة المودعين هذا مرفوض. لأنه يبرق القوى السياسية والدولة مما استلفته. هذا مرفوض رفضاً قاطعاً. اليوم الحل حوار شامل يبدأ ممسين عن الدولة الانينية والحكومة. عن المجلس الانينية برجلة المال والموازنة. عن وزارة المالية. عن جمعية المصارف وعن جمعية المودعين. مش عمول جمعية واحدة كل الجماعات يتضافوا ليعدوا مع خبراء بيرتقوهم هؤدي المجموعات ليعدوا يتناقشوا بكيفية إعادة أموال المودعين واستغلال كل اللي حكيتو. نعم. أما بقي ما تبقى يكون في وهم بوهم ما في إعادة أموال المودعين إلا بهالطريقة. أما الـ Capital Control في منطق. أنا بدأ أحكي منطق. تفضل. اليوم حكومتنا العتيد. طب شو الـ Capital Control ما حدا يعرف. وانه المشروع ما حدا شايفه. شي سري وسحري ومخبأ وبيتلفلف وبيتقدم لا فرجينا على Capital Control خلينا نشوف هو Capital Control شو هو. هل فعلا هيدا Capital Control في منه جدوى ليعادة أموال الناس. ولا هو فقط بدي برقلهم خمس سنوات فقط لمبالغ زهيد ومن بعدها بيطيروا بيع الأموال تمنا نشوف. من قال اليوم انه بس أموال المهم ليموهم بس لحد المئة ألف تم في ناس معه ملايين الدولارات وهي تعبين فيهم شقة عمره لا سرقة ولا شي معروف نوع الحرامي والسرقة يا خي وده واضح في عندك قرون مكافحة الفساد شوف انت الموظفين قديش انتلقوا موضوع آخر. أما المودع اليوم اللي هو سافر لبره أو من جوه ويشتغلوا عليها ولا أي شبهة. هيدا ده بدي أزلم وأنا زمعه مليون دولار لعتي منه مئة ألف فاس يعني ومقصة عبمان سنواته 14 شهر على القانون اللي مقدم الماضي يعني ألف دولار بيتكسم جزء منه يمكن فريش جزء منه عصير فجزء عبمان تالي فهيدا عمر منه واقع ومنه وفورا إلغاء كل هالتعميم اللي بيقول. طيب رؤيتك من خلال المراقبة فيه رح يتم يعني هيدا الموضوع وربطا مع ماذا دكتور يعني هلأ متل ما عم نشوف كل الواقع بيقول ما فينا نرجع. المصارف متل ما عم نشوف بعدها عوية يعني بعدها بموقع قوة لأنه شفنا مؤخرا يعني نموذج عن فيدرالبانك اقتحام أحد الموضعين للبانك وشفنا هيدا الموضوع يعني لم يهز شعره. خلينا خلينا نشوف. ما هو لك أنت بدي أهو أنا بدي أعلي لأنه ما فينا يحكي إلا الأمور متل ما هي. فضل. اليوم ايه صح الموضع أنا قلت كذا مرة نحنا ما فينا ضد موضع له حق. أكيد. وكل واحد يعني الله بيعلم كل واحد منه أنا موضع يجب أنت كوني موضع. نعم. كل واحد منه شو الحالي النفسي اليوم وأمويله بشمعه. أنا ما بدي برغ لا فعل وردت فعل. هذا أمر مؤذي داخليا. اليوم ليش عقول للدورة تتحمل مسؤولياتها. لأنه لك. هلأ أنا بدي أحكي بواقعية. إذا نحنا نحنا كل الموضعين على المصارف. نعم. هل المبارغ الموجودة مع المصارف بتغطي كل أموال الموضعين؟ أنا بيليك ما بتغطي أكثر من عشر إلى خانستاش بالمية. نعم. إذا في خمسة وابنين بالمية مننا حيدفعوا التمن. نعم. نحنا عقد تكون الحل عادل. المصارف تجيب بدأت تحمل مسؤولياتها بالتأكيد. بس يعملوا جدول زمني دكتور. بالضبط. للناس تكون على بينا وعلى نور بهذا الموضوع. مش المصارف بتعمل المصارف والمصصف المركزي والدولة اللبنانية. وكأنه إنت يعني إليك سندات لدى هذا الفريق. هيدا العمل طالب. وبدو بس يجي وقت الاستحقاء. بدي أخده أنا. هيدا العمل نعمل شي. نعمل شي مثل بونتس محددين لهو دي الناس. هيدا قلن قلن قيمة قلن قيمة فعريب تقوي مع قوة الاقتصاد اللبناني بعدين. هيدا الشي أنا حال عم نقوله نحنا. أما كابتال كنترول غامل. ومش واضح هو مرفوض بتاتا. هو مرفوض رفضا قاطعا. هيدا الكابتال كنترول اللي مقدم هلا أنا طالما ما شفته. وما شفناه وما درسناه بعيوننا. وتشاورنا اليوم نحنا كمودعين مع جمعيات المودعين. لأنا قل الشرف انتمي لأحدها كمستشار. نعم. لجمعيات المودعين. إذا ما كان في نقاش فيها. إذا ما كان في حوار اليوم مع المصارف في هيدا الموضوع. إذا ما كان في حوار حقيقي بهيدا الكابتال كنترول كيف يمشي. لا يمكن نحنا نمشي كابتال كنترول على العمينة. بدي يكون كابتال كنترول واضح بأكد كيف. أنا مع تنظيم العملية السحب مية بالمية. ومع تنظيمة قانونيا ولكن بعديلة. على أن لا تكون لفريق على حساب فريق آخر لك. أنا اليوم طالما مصر قدامنا مسودة نقراها. بيكون بعد ما فينا ناخد قرار بموضوع كابتال كنترول. نعم. نحنا عم نضيع وقت منكم. نعم. يعني على كل حال بمسألة أموال المودعين دكتور. يعني تحديد الخسائر كان يمكن أن نظلم أكتر شيء في المودع. ليس نظلم أكتر شيء. أكتر شيء نظلم المودع. ومن بعده شوية المصارف. واللي بقي كله ما متفكت أمن. يعني من اللي كان يقول أنهم بلغوا للمودعين خلال السنين اللي قبل أخذوا فوائد ويمكن رجعوا إليعاتهم. يعني كمان المصارف اليوم بدأت تتحمل مصدرية كبيرة. أكتر من المودع بكتير. أكتر من أكتر من أكتر من أكتر. طبعا. لا كان في عندهم أرباح كبيرة. كلنا كنا نتذكر بالموازنات. طبعا. لما كان يصير فيه السجال الكبير بين المصارف والدولة. ما حدا. على تحديد الضريبة على الأرباح. ما حدا فيه برق المصارف. كان عندهم أرباح خيالية بالنسبة لأي موازنات. عليهم نسبة بين 20 إلى 25 مليا بدين تحملوها. من أموان المودعين. ما حدا عام يبرون. المودعين بللي كيفية حمله. حط 2 مليار 2 مليون دولار. صاروا 3 مليون دولار. منقم له مليون من الفوائد. ممكن. بس ما انت بقى ليش بتكميله هرقات. الهرقات مرفوضة أصلا. الهرقات له سحب الفوائد. نفس الشيء المصارف. ممكن نحكي معهم بنفس الأقلية. هكي بيطلع ماء بتركيبتي. حوالي 20 إلى 25 مليا بتحملون المصارف. و 15 بالمية مصر في لبنان. و 60 بالمية أو أكثر شوية الدولة اللبنانية. يعني من 20. حسب هذا الشيء مش أنا بحددوه. مش أنا بيطلع من راسي. أنا حسب الواقع اللي شايفه قداني. صحيح صحيح. لكن نحن بحاجة للجنة دولية محايدة. ما تنبنى أي فريق سياسي. بتفوت وتشوف كيف مزطر الأموال كيف مش الأموال. مباضحة. المصارف كيف أخدوهن. كيف حولوهن لمصر في لبنان. مصر في لبنان لمين حولوهن؟ الدولة أي وزارات أخدتهم. بيبين معنى كل واحد داش. مسؤولية غير هيك. نحن بس نكون عم ندفع المودع التمن. و بتمنى اليوم من أصدقائنا المودعين اللي أنا واحد منهم. نعم. لما نحن نقدم طروح اقتصادية متقدمة. مش معناتها نحن اليوم عم نبخث بحقوق المودعين. نحن عم نحكي بواقعية. لأنه صدقوني. كل هاي الشعارات اللي عم تصنعوه هي فقط شعارات. هاي اللي بيقول لك بدي رجاء لك كل ما سيادك تبشول حال فرجيني. نحن عم نحن نطرح حل واقع ومنطقي. يقسم الأمور بشكل عادل وواضح. المودع قد يتحمل جزء منه الموضوع الهير دايت فقط. يمكن صار المودعين قبلانين بها الفكرة مستسلمين دكتور. طبعا 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 بس. تصوصا من 3 سنين عمل هير كات يعني. طب ما عليش اليوم انت. ولازال ولازال بين 8000 و 12000 يعني. كلنا كلنا اليوم حصلنا 60-70% من مصرياتنا. بس ان الهير كات اللي عم بزير. كل الناس. اليوم ما حدا ما حدا سلم مننا. يعني كمان من الظلم انه يعني المضاربين واللي عم يستسهلوا اي ربح عم بيروحوا يصرفوا على 34000 ليرة. ومودع يعني جنى عمره. او راتب على 8000 ليرة. او يتوزع بين 8000 و 12000. هذا الامر بحاجة لحل. يعني كنا نصنع بنهاية حالتنا الظاهر. بدي احكي شوي ترسيم بس لدقيقة. اوك. اذا سمحت لانه صار عم بيقولولي الشباب. يعني ان شاء الله منتأمل اموالي الموديعين لازم اصلا. يعني ترجع. هذا حق بدل محفوظ. يكفله الدفتور. ويكفله قانون النقد والتسكيف. نحدد الطريقة. نعم. طيب. دكتور ترسيم الحدود. برأيك هو كلمة السر اللي ممكن. يعني تكون الحل لكل ما اللي حكيناه بحلقتنا. طبعا. عالسر يا عزيزي. طبعا طبعا. متأكيد زي نحن رحنا لترسيم حقوق ربنان. ضمن حقوقه بالتنقيب والاستخراج. يزلق بين المشاكل اللي حكينا عنها يعالجها. هذا الأمر شرط. تغيير العقلية لدائر الملف الاقتصالي للبلد. حتى ما يصير النفط والغاز بيشبه أي قطاع. أما نفس الأشخاص. ونفس الطريقة. ونفس الاسلوب. بوله برجع بوله. نعم. لو عملنا ترسيم نجيب من نفط وغاز برح يكون في حل. ايه نفط وغاز. اتفاع مع صندوق النقد يخي يسمون البقونية. نعم. لكن بنا نغير اسلوب التعاطي مع الملفات الاقتصادية والمالية. هارتك قلت من شوي. هذا التداخل والكمبيناتش بين السياسة والاقتصاد. بنا نفس السلوب. بدي يكون شغل اقتصادي بحث. لنطلع من الأزمة. أما. ايجينا نجيب النفط والغاز بكرة. اسلوب المحاصصة. راح يقدم. ولا حيأخر. ولكن قطعا. الامكانات المادية. ممكن نحصل على اليوم ندامنا نحن تحديان. نعم. تحدي أول. بالترسيم الحقيقي. التنقيب والاستخراج. وتحدي تاني. توقيف العقلية القديمة بإدارة الملفات. بإدارة. وتغيير نوارية الإدارة. نام مع بعض. من شكل متوازي. وإلا ما رح يمشي الحال. هلأ. بآخر مطلبات التنسيم الواضح. عدو الإسرائيلي. عدو الإسرائيلي. عم بحاول يأجل العملية لبعض. رح يقبل لبنان. لبنان ما في. اليوم في كلمة للسيد ناصر الله. ايه. تمام تمام. أنا لا أتصور أكيد المقاوم ما رح تقبل. هذا عمر محصوم. ومنتمنى من جهات السياسية اللبنانية. تطلب منهم بالمقابل. أن نسمح للبنان. يبدأ فورا بالتنقيب. عن النفط والغاز. كعملية ساعتها. بعد تبعات الساعة بلإقتصاد اللبناني. ويخدنا لفسحة أمل. ممكن تحللنا المشاكل كلها مرحلة جهة. يعني حضرتك. مع اللي بيقولوا. أنه نحنا مجرد. يعني ما ينعطى. ضوء الأخضر. إذا صح. طبعا. للبنان. رح يبلش لبنان يشهد انتعاش. ومش أنه الموضوع مرتبط ببدء التنقيب والاستخراج. أبدا. نحن بحاجة سبع سنين للاستخراج. بس بها الفترة في شركات بتتلزم عنا مشاريع. صح. يعني بتشتري فترول. يعني عم تشتري حقول أو بلوكتر. يمكن يدفعوا كمان سلف مبلغ معين. مثل ما صار بكتير من دول العالم. غير الانتعاش اللي حيصير من الفنادق. بالمطاعم. بالأعمار اللي ممكن يصير. لنشهد بالمرافق. لنشهد عملية التنقيب. دكتور خلينا نختم بهيك فصحة أمل. مع المتفائلين اللي بقولوا. إذا يعني مشيت الأمور بشكل سلس. لصمح الله من دون مواجهة مع العدو الإسرائيلي. اليوم نحن من بعد تشرين. ممكن نكون يعني خلصنا استحققاتنا السياسية إن شاء الله. هيك نزل عقل الرحمن. وانتهينا من هيدا الموضوع. ولبنان قد يدخل بمرحلة اقتصادية جديدة. أو بمرحلة جديدة. نبالش نخطي أول خطوة برحلة ألف ميل نحو البحبوحة. ها ديكي في سحة أمل واقعية. هلا أنا مقتنع إنه بوجود المقاومة. أول رح ياخر ناخد حقوقنا. أكيد. سهلا ناخدها بحرب بلا حرب. مانا نشوف شو دوسين الرحلة هاي. لا بس أصدي إنه إذا يعني مثل ما حضرتك عم تتفضل. هي رح تتأخر يمكن لتشرين. ما بعد تشرين. ممكن لبنان يبلش يحط يعني أول خطوة على طريق. إذا رحنا حتى كمان كن واضح إذا رحنا لترسيم حقيقي. ولبنان أخذ حقوقه. وغيرنا العقلية اللي عم بتدير البلد في إمكانية. إذا رحنا على ترسيم. يعني مش بحاجة نحنا لسنين متل ما حدا عم يحكي بحاجة لعشرة وخطوة. أبدا 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 مجرد. مسترجع بقولك. في شرط آخر تاني. يوم الحكومة اللبنانية ومجلس النهائي بدي يلقوا هيدا الأمر. بعقلية انفتاحية وواقعية بتقديم المشاريع والحلول. نعم. هيدا المبلغ اللي بدي يجي قطعا بدي يجي مبلغ. أولا تصريف الدنان الاقتمالي بيتغير. دخول الأموال بصور أسهر على البلد. نعم. والعملة بالتحديد حتى سعر الصرف يتأثر إجابا. والقطاع المصرف يمكن تلقائيا ببلش ينتعش. ما في حال ليكي. حتى أختم كلامي. رغم كل ما أخذنا على المصارف وتعطيهم وأسلوبهم. ولا يمكن تعود إلى الاقتصاد مرة تاني من دون إعادة الإنعاش لكتاع المصرف. أكيد لا اقتصاد من دون مصارف بطبيعة الحال دكتور. دكتور محمود جباعي الباحث الاقتصادي أنا كتير بدأ أشكر حضورك. شكرا جزيلا لحضرتك لكل المعلومات اليوم. إن شاء الله نكون هيك يعني فدنا فيها المشاهدين. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من السياسة اليوم. شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء. اشتركوا في القناة